اشتركوا في القناة المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته بموفور الصحة والخير والسعادة وعلى مملكة البحرين وهي تنعم بالخير والأمن والأمان والازدهار وقد بادل جلالة الملك المفدى رئيسي مجلسي الشورى والنواب التهنئة بهذا الشهر المبارك شاكرا لهما مشاعرهما النبيلة بهذه المناسبة العظيمة وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على مواقفهما الوطنية وجهودهما المخلصة مشيدا بالدور المحوري للسلطة التشريعية في خدمة مسيرة التنمية وتعزيز النهج الديمقراطي والدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه والتعبير عن تطلعات المواطنين واستعرض صاحب الجلالة مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب عددا من القضايا المحلية بما فيها تطورات المستجدة في التعامل مع جائحة كورونا المستجد معربا جلالته عن تقديره للمساهمات المستمرة لمجلسي الشورى والنواب في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة ومؤكدا رعاه الله قدرة المملكة على تجاوز التحديات بكل قوة وعزم بتعاون وتكاتف الجميع